أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي المرحلة الثالثة من مشروع مودة وذلك في إطار تفعيل أنشطة المشروع قومي لتنمية الأسرة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتستهدف المرحلة الجديدة التي تستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل الأسر والشباب حيث تتناول كافة الموضوعات التي تتعلق بالحياة الأسرية مثل مفهوم الزواج وأهدافه ومعايير اختيار شريك الحياة والتواصل بين الزوجين والتربية الإيجابية ترجمة نانسي قنقر